في إطار سعيها للارتقاء بواقع الخدمة المكتبية العتبة العباسية المقدسة متمثلة لمركز الفهرسة ونظم المعلومات الذي واصل عقد الورش التدريبية للملاكات في الجامعات العراقية لتطوير مهاراتهم إذا قام مؤخرا ورشة في جامعة القادسية للعمل على نظام الفهرسة الموحدة والانتهاء من مشروع ربط المكتبات الفرعية في الجامعة مع المكتبة المركزية تحتفل جامعة القادسية هذا اليوم بإكمال الفهرس الموحدة الإلكتروني وبرعاية كريمة وبتعاون جاد من العتبة العباسية لذلك أقدم من الشكر الزله ومن الثناء وفره إلى الأمانة العامة للعتبة العباسية لمساهماتها الجادة في هذا المجال في مجال المكتبات خاصة بالوزارات العراقية مشروع المكتبات العراقية الجامعية ومضمنها المشاريع مشروع جامعة القادسية المكتب المركزية وربطها مع المكتبات الفرعية لجامعة القادسية وكان حصة مركز الفهرس بنظم معلومات تابع مكتب الدار والمخطوطات العتبة العباسية السباق في هذا المجال لتنمية المكتبات الجامعية مجموعة المكتبات التي أعطيهم دورات ونصبهم برامج آلية لدعمهم ومصافات مع الدول العالم 14 مكتب جامعية من محافظة كركوك إلى محافظة بصر وكانت حصة هذا اليوم هو المكتب الجامعية لجامعة القادسية تنوع الاختصاصات ازدانت بها رفوف المكتبة المركزية في الجامعة التي ازدحمت بها عنوين الرسائل والأطاريح والكتب لتكون محطة معرفية حتى في ظل تفشي جائحة كورونا كونها عملات على توفيرها إلكترونيا خدمة للأساتذة والباحثين من خلال مشروع ربط المكتبات في الجامعة والعمل على تحويل برامج الخدمات التقليدية إلى برامج ألكترونية حقيقة بداية الكلام لازم أتوجه بالشكر الجزيرة وكل الامتنان لمركز الفهرسة ونظم معلمات بالعتبة العباسية لما قدموه لحد الآن من خدمات حقيقة ترقى إلى أرقى المستويات التي نشوفها بالمكتبات العالمية والعربية ابتداء أنهم ساعدون العتبة العباسية أرسلت فريق عمل لتنصيب نظام جديد للفهرسة والذي هو نظام كوهي وبدأنا نشتغل عليه والعتبة مشكورة بجهودها الاستثنائية العتبة العباسية المقدسة سخرت خبراتها في الإطار المكتبي لارتقاب واقع هذا المجال في البلد فتعددت مشاريعها في مكتبات الجامعات العراقية والمكتبات المحلية لتقديم خدمة مكتبيتان تواكب متطلبات العاصرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر